طيب نسمع يحكي أنا؟ نسمعي طيب أقول أنه أنا بس ممكن يعني أحكي للناس عن يحكي أنا أنه هي الغنوة كتبها أمين حداد بعد سقوط بغداد وهي قصيدة؟ قبل سقوط بغداد مباشرة قبل الغزو الأمريكي لغداد مباشرة يبقى قبل الغزو وبعدين حازم لحنها وبقالنا سنين بتغنيها بتيقلي من أوائل الحاجات اللي تلحنت مش كده يا حازم؟ بقالها مثلا 3 أو 4 سنين وبعدين كنا بتغنيها وهي يعني الناس بتحبها جدا ولكن زي ما حتسمعوا هي فيها طبعا حزن وخبة أمل وخبة أمل من الموقف المصري فالناس كانت بتطلبها حتى في المدان في المدان التحرير وإحنا مش قادرين نغنيها لأن إحنا أو يعني حاسين أنه مش وقتها أو مش فبعد كده أمين تكرم وكتب لنا جزء تاني متفائل بقى فإحنا أول مرة حنجربه مش عاملين عليه فروفات كفية وربنا يا أستر يميل تبعين pares شوكو نور شوكو اشتركوا في القناة كأن كان يا مكان سرقوا بلدنا الأمريكان يحكى أن جيل وراجيل سرقوا فلسطين إسرائيل رح يدخلوا بغداد العصر والمغرب رح يدخلوا مصر يحكى أن جيل وراجيل سرقوا فلسطين إسرائيل يحكى أن يا أحفاد أمريكا دخلت بغداد يحكى أن يا حلاوة أمريكا بتطرق بغباوة رح يدخلوا بغداد العصر والمغرب رح يدخلوا مصر يحكى أن معقدت قمة ماتعرفش تقول ولا كلمة يحكى أن الظلم استشرة واتجل من طرتش في النشرة يحكى أنه من إحنا سكتنا نام يا حبيبي وسيب دونيتنا نام اللي الخيم على سكتنا والغولة تييم همتنا على أنغام أوهام الفتنة والنور طفف في قلبي بيوت الأحلم في عيونها تفوت توتا توتا خلصت حكايتنا والدي بنم شبعا مبسوط بس سكتنا ما كانش سكوت وما فيش أمة تعيش وتموت يحكى أن نموت شعبنا مسك النور بأدي يحكى أنه كان يا مكان اللي أراضه شعبنا كان يحكى أنه جيل وراجيل مصر اتولدت في التحرير يحكى أنه يا أبناء شمس الثورة من الشهداء يحكى أنه يا حرية صورتنا صورة عربية فجر وصبح وظهر وعصر تونس ليبيا سوريا مصر يحكى أنه ستعقد قمة فيها العدل وفيها الهمة يحكى أنه فجرنا طالع والورد بيترح في الشارع يحكى أنه نور قدامنا الله 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 الله